ايه ده؟ ده طلع بلوبيف بجد اول مرة في حياتي جرب الوصفة دي وبجد طعمه ابهرني البلوبيف ده بالذات الحاجة الوحيدة اللي من كنت بقرفت جدا اجيبها من برة بس للأسف كان العيال بيحبوه قلت اجرب الوصفة دي شفت الشفات كتير عملوها وبصراحة ابهرتني طعمه قريب جدا للبلوبيف الجاهز وطريقة عمله سهلة جدا جدا مش هاخد وقت وعملت طاصة بيت بالبلوبيف خطيرة طعمها حلو جدا ولادي بيقولولي احلى طاصة بيت بالبلوبيف اكلناها في حياتنا تعالوا نشوفها نعملو ازاي وبس ما تنسوش تعملو لايك وشير عندي كوبايتين مية برفاحهم على النار لحد ما المية تغلي بنزل عليها ببصلاية متقطعة اربعة اربعة والبهارات اللي عندي بقى ورق لاورة وحبهان معلقة صغيرة بابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة او بهارات اللحم وطبع ما تنسيش تحطي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسو عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة وياريت تكون دسمة وعشان هي مش دسمة اوي كان عندي حتة دهنة كده حطيت معايا حتة تقريبا قد 50 جرام على نص كيلو اللحم نزلت باللحمة على المية وغطيتها وسبتها لحد ما تقرب تستوي علشان مش عاوزة اللحمة تتفتفت وتتهري في المية عايزها تفضل محافظة على الكتلة بتاعتها كده بعد كده غطيتها تاني ولما قربت تستوي هي ما بتاخدش غير 10 دايق ربع ساعة بكتير رجعت قلبتها وهتلاحظوا ان اللحمة متماسكة عشان انا ما هرتهاش في المية من الاول ما تزاوديش المية زيادة عن اللازم علشان اللحمة هتنزل العصارة بتاعتها في المية فمش عايزين يكون فيه مية كتير تتريمي ونهضر قيمة اللحمة في المية دي بعد ما استوت كويس لو هتلاحظوا السوائل قليلة قوي وده المطلوب هياخد اللحمة وبعد ما سبتها بردت تقريبا 10 دايق في الكبأ او محضرز الطعام وممكن كمان في الخلاط هياخد بقى العصارة بتاعت اللحمة اللي نزلت دي هصفيها من البهارات والبصل ده وهنزل بيها على اللحمة انصحك ما تحطيش بصل في الفرم لان انا لاحظت ان هو ما تفرمش كويس وكان طعم مباين فاعملي اللحمة بس من غير بصل المية صفتها وحطتها على اللحمة في الكبأ بعد كده جبت ربع كباية من المية الدافية وعليها معلقة كبيرة او معلقة ونص كبار من الجلتين البقري الحلال وتأكيد ان الجلتين بتاعك حلال قلتهم كويس وضفتهم على اللحمة وضفت كمان نقطتين اثنين او تلاتة من لون الطعام الغذائي اللي هو اللون الجل وممكن تستخدمي بودرة الزعفران وممكن كمان تحطي بانجر تفرمي دلوقتي مع اللحمة هفرمها كويس قوي لحد ما القوام بتاع هيكون كده كنت حاسة انها تقيلة قوي فاضفت لها بس معلقة مية علشان تسهل الدر تجيبي بقى علبة التلاج اللي عندك او صنوية صغيرة بقى اللي انت حابة المهم منها هتطلع شكل القالب اللي انت هتستخدمي ده انتو دهنة زيت بسيطة كده وبصوا ما شاء الله القوام بتاعها حلو جدا قوامها زي قوام البلوبيف او البيف الجاهز بيكون مرمل شوية او خشن شوية بتساوي الوش بتاعها بسبتيول وبعد كده بتغطيها وتدخليها التلاجة يفضل تدخليها التلاجة مش اقل من اربع او خمس ساعات انا بصراحة ما سبتهاش غير ساعتين اتنين بس في التلاجة وبعد كده طلعتها لقيتها ما شاء الله متماسكة كويس جدا تقطعيها بالسكينة تتاكل طبعا كده بقى في الصندوتشات واللي عيش الفينو رهيبة للمدارس او تعملي بيها طاصة البيض اللي هنعملها مع بعض الوقت طاصة البيض بالبلوبيف هجيب دلوقتي في معلقة سامنة بلدي سيحتها عندي طماطمتين اتنين كوبار متقطعين مكعبات صغيرة ممكن لو حابة تحطي فصين طوم هنا بس انا عشان البلوبيف عليه طوم فما حابتش ان يكون تقيل عشان المعدة بعد ما الطماطم تقرب تستوي بهرتها بشوية ملح وشوية فلفل اسود عندي بقى فلفل اغضر فلفل الوان متقطع فلفل حراء ممكن تشيل الفلفل خالص خدت الثلاث شريح من البلوبيف اللي احنا عملناه وابتديت ان انا افكيكم كده مع الطماطم والفلفل بعد ما استوي كويس لحد ما بقى بالشكل ده اول ما بيبك بك كده بكسر عليه بقى البيض بالعدد اللي انت تحبيه انا بصراحة عملت تقريبا 7 عبضات لان الاكلة دي كانت غدا النهاردة بصراحة كان طعمه خطير الطاصة كان طعمها حلوة قوي اول مرة في حياتي اكل طاصة بيت بالبلوبيف وانا باكلها وانا ارتاحها نفسيا بحط رشة فلفل اسود كده على وش البيض وطبعا لو حابة تدلعيها شوية شوية جبنة متزرلة على الوش وشبط متقطع كده على الوش بيكون شكلها حلوة قوي غطيها وسبيها بس 4 او 5 دقايق لحد ما البيض يستوي وبعد كده بتقلبيها في بعضه وكده بقى خطيرة طبعا فطار معاكي غدا معاكي عاشا معاكي كله شغال ما بتقولش لا وهتعجب العيال قوي مش هتحتاج بس غير شوية مخلل وشوية عيش اعملوا البيف يا جماعة في البيت يستهل التجربة بجد شوية مخلال